السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم فيديو جديد ووصفة جديدة من وصفات ام هيتم اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم سنشارك معكم فطيرة مالحة بحجم عائلة بعجينة اكتر من رائعة عجينة اللي كتجي خفيفة كتجي رطبة لشيشة وكتدوب الفم بحشوة اللي هي سريعة التحضير كتزيدها لده على لده طبعا ممكن تحضروها للغداء للعشاء وحتقوتي متأخرا لشلا فعلا كدجي حاجة اللي هي زوينا ومختلفا نتمنى فعلا تنال اعجاب ديلكم كيف ديما ما تنسوش ليه اللايك الفيديو للتشجيع ما نطورش عليكم كيف العادة ونخليكم ان شاء الله مع الفيديو استشفوا معنا المكونات وكذلك باقي مراحل التحضير ونبدأوا على بركة الله بتحضير الحشوة اولا باش نخليوها كتبرد بالنسبة للحشوة كيف نقول دائما كتبقى اختياري على حسب المتوفر بالنسبة لي اليوم فحتاجت حبة دي البصل مفرومة حبة دي الكورجة وحبة دي الخيزة اليومة محكوكين في الجهة الرقيقة وحبتان دي الفلفل كذلك اللي هما مفرومين ممكن تضيفوه حتى الكرومب اللي هو مكوور ذاك شي اللي توفر عندكم عندي هنا كمية من اللحن مفروم اللي ممكن تعوضوها بقطع دي الدجاج اولى الكفتة دي البيبي عندي كمية من الجبن اللي كيبقى اختياري على حسب الرغبة كذلك وعلى حسب المتوفر وكتوابل عندي هنا شوية دي الملحة وشوية دي البزار وبودرة ثوم اللي ممكن تعوضوها بفصل دي التوم اللي هو محكوك كذلك ممكن تضيفو شوية دي الهريسة اللي هي السودانية الي بغيته بطبيعة الحال فضفت التوابل على الخضر كنضيف اليوم كذلك شوية دي الزيت نباتية وغادي نوضع هذ المقلات هذي فوق نارلي هي متوسطة مع التحريك طبعا حتى كتنزلينا الخضرها كوحد شوية وكتدبال عاد نضيفوها ان شاء الله الكفتة فهنا كيف كتلاحظو معايا من بعد ما انزلت هكالخضره واحد شوية وعلى نارلي هي متوسطة كيف العادة دب اهنا غادي ندير ان شاء الله نارلي هي مرتفعة وغادي نوضع هذ الكيمياء دي الكفتة او اللحم مفروم كيف العادة دائما اللحم كان شحروهم على نارلي هي مرتفعة باش ما كيتلقوش لنا الماء او لا السوائل سوفينا غادي مقابعة الشكل هذي كان فتت فهذ الكفتة هذي حتى غادي نفتتها مزيان 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 من الاحسن سوفي كيف كتشوفو معايا ودابا غادي نمزيج الكل جيدا وغادي ندير نارلي هي مهيلة وغادي نخلي هذ الحوشوه هذي فوق النار مدة ما بين ثلاثة احتى نسجموا جميع المكونات مع بضياتهم وكي يكملوا الطيب ديالهم سوفي من بعد غادي ندفع لهم النار نخليها كتبرد ونزوز ان شاء الله باش نحضروا العجين بالنسبة للعجين هذا العجين هذا هو المعتمد عندي في الفطائر الماليحة كانحتاج له نسكيله او 500 جرام ديال الدقيق الابيض عندي هنا علبة ديالي غرص طبيعي بدون سكر بدون نكها وزن العلبة 110 جرام ممكن تعوضها بملعقة كبر ديال بودرات الحليب او لكأس ديال الحليب السائل وتكملوا العجين ديالكم بالماء حشي كذلك في ملعقة صغيرة ديال الخميرة حبيبات ملعقة كبيرة ديال السكر اللي ممكن تعوضها بالعسل ملح حسب الضبق وثلاثة ديال ملايق كبر ديال زيت النباتية فقد ناخد اولا هاد الملعقة صغيرة ديال الخميرة مع الملعقة كبيرة ديال السكر وقد نوضعهم في نصف كأس ديال ما اللي هو دا فيه باش كتتفاعلين الخميرة وكنسرع من عمليات التحضير فقد نخلط الكل جيدا غدي نخلي الخميرة تقريبا 1-3 احترب عدد ديال تقايقير كتفاعل واحد شوية بها الشكل هذا كذلك كتشوفو مباشرة غدي ناخد الدقيق ديال عفوا كنضيف عليه الملعقة صغيرة ديال الملعقة ديال المحلي كتفق على حسب الضبق ثلاثة ديال ملعق كبار ديال زيت النباتية العلبة ديال الياغورت لكفت ليكم ممكن تعوضها بملعقتان ديال بودرات الحليب او لكأس ديال الحليب السائل وتكملوا بالماء سوف نضيف هنا بنصف كأس ديال الماء اللي خلطته مع الخميرة والسكر ونبدأ هنا بإضافة الماء بالتدريج فكنت قد نضيف الماء هنا غير التدريج شوية بشوية من زعمش في الماء لان العجين اللي كانت تستخدمو في شوية هكا الياهورت طبيعي عفوا فكيكون شوية العجين كيتل السق فما تزعموش في الماء كتبقوا تضيفو غير بالتدريج غير بها الشكل هذا وانتوا ماء كتعجنوا العجين ديالكم بالنسبة لهذا العجين هذا رأي ان شاء الله ما يحتاج منكم لا دلق ولا مجهود ليه وكتير فقط كانت ديوه نجيبه غير بها الشكل هذا بش كينساجمو لنا جميع المكونات مع بعضيتهم ما كيبقوش لناها التكتلة زيال الدقيق هكا من فاصلين عن العجين وكينساجم العجين جيدا صافيا انتم مكيفشتوا معايا صافيا انتم مباشرة نردو للإينا وغادي نغطيه وغادي نخليه ان شاء الله حتى غادي يخمر ويضاعف الحجم دياله بالنسبة للكمية ديال الماء اللي حتاجي تفاد العجين كامل فهي كأس ونسف ديال الماء كأس ديال الماء بالإضافة لنسف كأس اللي خلطنا فيه الخميرة هنا العجين ديالنا من بعدها مختامر وكذلك الحشوة ديالتنا من بعد ما بردت غادي نضيف ليه هنا الكمية ديال الجبن أحمر عندي هنا مفرومة غادي نخلطها كمع الحشوة جيدا ونرجع ان شاء الله للعجين فبالنسبة للعجين كيف قلت لكم من بعد مختامر وضاعف الحجم دياله بالنسبة لكمية العجين اللي استخدمت انا اليوم فانا حضرت منها فطيرة اللي هي كبيرة مع جوج دي الفاطائر اللي هو ما صغر انتو ما طبعا الي كنتو بغيتو تدرو غير وحدا هكا متوسطة على حسب عدد الافراد الاثراء دي لكم طبعا فغدي تديرو غير 300 جرام او لثلاثة الكؤوس ديال الدقيق ودي تكملوا بنفس المكونات غير هي الكمية ديال الماء او لدي السوائل غدي تختلف طبعا غدي تنقص فمن بعد ما نزلت الخميرة من العجين غدي ناخد طولة ديال العجين غدي نقصم انو هكا جوج خبيزات او هكا جوج كورات اللي هما صغرين كنديرهم دائما هكا الوليدات وبالنسبة للفاطيرة الكبيرة او للخبزة هكا اللي هي كبيرة غدي نحاول ناخدها بهات الشكل هادا وغدي نحاول نقرسها واحد شوية او لتنخليها ترتاح عفوا واحد شوية باش تبغي تتقرس معايا صافي هنا تقريبا غير جوج احتل ثلاثة ديال الدقائق كنناخد هاد الكورة ديال العجين وكننحاول انطلقها غير هكا واحد شوية فالعجين هنا كيف كتشوفو كيبدا هكا يلتسق واحد شوية في سطح العمل فقد نستعن هنا بواحد نقطة كمية قليلة بزاف بزاف ديال الزيت ما تديروش الزيت لي هو بزاف ما تديروش كمية ديال زيت ليه كتير لان العجين من بعد ما غديش يبغي تجمع معاكم كذلك ما استعملش الدقيق لان الدقيق كي نشوف العجينة فقدرت غير واحد الكمية قليلة ديال الزيت استعنت بهاكا في سطح العمل طلقت العجينة ديالي من بعد خديت هنا الحوش واللي ضروري خاصة تكون باردة مزيان خديت واحد الكمية اللي هي يعني هكا وضعتها في الوسط وبالنسبة الجوانب كنحاول نرققهم بهذا الشكل هدا بش ما كتجينيش القاعدة ديال الفطيرة غليضة بزاف فالعجين كان ناخده غير بهذا الشكل هدا وكان بقى نجمعوه في الوسط ديال الفطيرة انتم كيف كتشوفوا الطريقة رها جدا سهلا كان بقى غير كنجمعها ومن بعد صفيه كان نجمع حكا في الوسط كان حاول ما امكان انني ما نقويش العجينة او ما نكترش العجينة في القاعدة ديال الفطيرة بش ما تجينيش مع عجينة وغليضة فانا كيف كتلاحظوا معي انا تقبتها بقيت نزا وانا نتقبها ماشي مشكل غدي نعود نقادها حطيتها نفلطة اللي فرشت ليها ورقة طهي ولا ما عندكم شو ممكن تدهنوا غير اللطة ديالتكم بشوية ديال الزيت وكان بقى هكا كنجرسها بحال شكل ديال الخبزة عادي يعني السنك ديالها يكون متوسط بالنسبة لهاد القطعة ديال العجين اللي تقبت فانا اخديت شوية ديال العجين من الكويرات اللي كانوا باقين صفي ورقعتها وسديتها بهذا الشكل هدا انتم ما كيف كتلاحظوا معايا كذلك نفس الطريقة غدي ندل هاد الخبزات اللي بقوا ليه صغار او هاد الكويرات اللي هما صغارين كنقرسهم كنخلي الواسط كي يكون شي شوية غليب بالمقارنة مع الجوانب لانا الجوانب كيف كيف يعني كفش جو معايا كنجمعهم فما كانبغيش ان القاعدة تكون غليظة كنبغير بهاد الشكل هدا كنجمعها ونحاول ماء كان كيبكت لي كم نجمعش اجينة اللي هي بزا ما جينيش غليظة نبقى بهذا الشكل هذا نعمرنا العجين ديالي كامل و نرجع معكم إن شاء الله فهذه القريسة تحتومه بنفس طريقة كننخذه و نضعهم فلاطان اللي يفرش لها ورقة طهي مل أحسن كي يبقى يعني حلي هو سهل جدا فكننخذه كذلك و نحاولها كنقرسهم غير واحد شوية يعني بسوم كليك يكون متوسط نحاول مع أمكان أني ما نخليهم شغلها دين بسنف و ما نخليهم مش كذلك يعني رقاقين ما يكونونش رقاقين فكننقرس بهذا الشكل هذا واحد شوية و دبا مباشرة غدي ندوزه للتشكيل فأنا غدي ناخد هنا العجين ديالي أو للفطيرة ديالتي و غدي نستعن هنا بحبة بيت كاملة لطربتها مع قاطرات ديال الخل و غدي نحاول ندهن مزيان لوجهة ديال الفطيرة و كذلك من الجوانب فغدي ندهنها مزيان و غدي ندهن كذلك للحبات اللي هم عندي صغار او للفطائر اللي هم بقين صغار و من بعد غدي ناخد هنا شوية ديال زنجلال الابيض اللي خلطتهم مع شوية ديال بافو و شوية ديال السانوج اللي هو الحبة السوداء خلطتهم هاكم زيان ممكن نديروا اي نوع ديال الزرارة عندكم طبيعة الحال و كنرش الوجهة ديال الفطائر ديالي هاكم زيان بزيان من بعد كخطوة للتزيين هذي خطوة اضافية طبعا نباتوش تديروها فتصغنوا عليها كنناخد هنا سيكين و كنحاول هكا كنشرط العجين ديالي غ باش كنشرط العجين غير من الوجه دياله باش كي يعطينا جمالية كذلك في التقديم بنفس الشكل غدي ندير حتى للفطائر اللي عندي صغيرين او للخبيزات اللي هم صغر كنشرط غير هكا بو شوية بسيكين بالوجه ديالهم من بعد فانا غدي نخلي هذي العجين هدا المدة ديال خمسة ديال الدقائق فقط انا كيف كتعرفوا ده برا الحال سخون او للجو سخون غدي نخليهم خمسة ديال الدقائق فقط ماشي يخمروا فقط يرتاحوا واحد شوية و يالله تجي طلع فيهم الخمير نعاود نأكد خمسة ديال الدقائق ما تفوتوهاش لانا هذي العجين هدا يلا خمر فمنين غدي تطيبوه غدي تقولي لكم فطائره قدها قداش خبزان نيس غدي تجيكم غليضة بزاف و غدي تجي لكم غالبة على الحشوة و ما غديش يجي المدق ديال هزوين فكنخليها خمسة ديال الدقائق فقط نعاود نأكد هنا الجو سخون غدي نخليها خمسة ديال الدقائق ويلا كان الحال برد والجو برد فكنخليواها عشر ديال الدقائق فقط عشر حتى 12 دقيقة في الحال اللي هو بر ما كنخليهاش تخمر نعاود نأكد ما كنخليهاش تخمر صافي من بعد خمسة ديال الدقائق كندل فرن ديالي كيسخون مسبقا على نار اللي هي متوسطة بالنسبة الفرن كربائي 180 درجة من الأسفل حتى كطيب كتاخد اللون وكنحمرها من الوجه ديالها هدا هو الشكل ديالها من بعد ما خرجتها من الفرن فعلا فعلا هاد الفطيرة رها كتجي زوينة بزاف العجين رها كتجي خفيفة كتجي زوينة بزاف وكتدوب في الفم كتجيش معجن نيائيا هاد النوع ديال العجين رها تدي ديال ما كنشاركو معاكم في الفطائر الماليحة ناجح جدا جدا والقوام دياله كيجي اكتر من رائع ضروري غدي نقسم معاكم هكا باشتشوفو الشكل ديالها القوام ديال العجين وديال الحوش وكذلك شي حاجة اللي يزوينة بزاف واكتر من رائعة تحضروها كوجبة غداء مع عصير وصالطة للعشاء او حتى للقوتي في العشية يعني قوتي اللي هو متأخر نتلي مكيتع الشوش تمنى فعلا في الانقتراح اليومين اللي اعجاب ديالكم وتجربوه اللي اعجبتكم وصفة اليوم ك كيف لعدم تنسوش خليولينا لايك للتشجيع شاركو الوصفة مع احبابكم صحابكم وفي مواقع التواصل الاشيماعي لكنتم من الناس اللي اول مرة كيشاهدوا القناة وعجبكم المحتوى فكندعوكم دائما الاشتراك في القناة بالضغط لزر الاشتراك او لابوني او لسبسكرايب موجود اسفل الفيديو فعلوا جرس التنبيهات باش توصلوا بجديد الفيديوهات بالنسبة للناس اللي مكي وصلوا مش اشعارات القناة فالغيوا الاشتراك وعودوا اشتركوا من جديد مع تفعيل الجرس بعدك انكم وصلت نهاية وصفة اليوم